اعلن عضو المجلس السيادي في السودان الفريق شمس الدين الكباشي ان الحكومة الانتقالية ستؤدي اليمين الدستورية لاحد المقبل وقال عضو المجلس السيادي ان السودان قبل اعلان الحكومة السودانية الجديدة والجهاز التنفيذي شهد فراغا تنفيذيا لمدة طويلة في ظل ظروف صعبة جدا يعيشها السودان واضف الكباشي خلال تصريحات صحفية التحديات امام الحكومة كثيرة والامال المعقودة عليها كبيرة حيث ان الشعب السوداني ينتظر انفراجا كبيرا في كافة المحاور حيث تم التوافق منذ البداية على محام محددة وهي انجاز ملف السلام وكذلك الملف الاقتصادي والسياسة الخارجية التي تأثرت بشكل كبير والقد بظلالها حتى على الجانب الاقتصادي